مشاهدين أولا الحديث أكثر عن النفوذ الإيراني في العراق في ظل ما يراه مراقبون خضوعا غير مبرر من قبل الحكومة في بغداد ينضم إلينا عبر ستايف من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار مساء الخير مساء الخير يعني رغم إتمام العراق بنود الاتفاقية مع إيران بشأن الجماعات المسلحة الموجودة شمالي العراق حمل قاسم سليماني في زيارته إلى طهران تعهدات جديدة إلى أي مدى ترى أن إظهار إيران عدم رضاها عن جهود بغداد دفع الأعرج إلى زيارة طهران أولا يجب فهم أن الحدود العراقية الإيرانية هي وعرة بدرجة لم يتم السيطرة عليها نتيجة لهذه الوعورة حتى أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات حينما كان هناك في العراق دولة ذات سيادة ولديها قوات مسلحة منظمة ولا حتى إيران حاليا بالإضافة إلى ذلك هناك سيطرة المليشيات على المراكز الحكومي الحدودية هذه المليشيات لا تخضع لأحد كلها عبارة عن مجموعة عصابات سواء كانوا معارضين ولا مؤيدين مجموعة عصابات هي التي تتولى المراكز الحدودية وليس الحكومة العراقية وبالتالي لا يمكن السيطرة وما تريده إيران يكاد يكون مستحيل تحقيقها طيب رغم وجود المعارضة الإيرانية منذ عشرات السنين لم تطلق طلقة واحدة باتجاه النظام الإيراني ما الهدف الحقيقي برأيك من تصميم إيران على دخول شمالي عراق وما الذي أثار الموضوع في هذه الفترة بالتحديد أولا أظن أن لا حكومة بغداد ولا حتى حكومة أربيل يهمها إذا قامت إيران بقصف مناطق في العراق الحكومة العراقية هي حكومة تابعة لإيران وبالتالي لا تحتاج إلى تهديد من قبل إيران الحكومة فقط تؤمر وتنفذ حكومة الإطار والسوداني تقوم بتنفيذ ما تريده إيران أما بالنسبة إلى موضوع العلاقات بين البلدين فالواقع أن العراق يريد استعمال هذه التهديد بالضغط على الأكراد لكي يوقف السيطرة على المراكز الحدودية ويريدون أيضا كورقة لاستجداء أمريكا لكي تسمح للعراق بدفع أموال إلى إيران طيب هنا أيضا تعهدات الأعرجي حملت أيضا وعود اقتصادية إلى إيران في هذه الاتفاقية كيف ترى ما جاء في هذه الوعود التي يقول عنها مراقبون أنها جاءت أيضا مشروطة من قبل إيران والله يا أخي هذه عبارة أولا عن عمالة المسؤولين العراقيين لإيران وفسادهم وليس فقط بالنسبة إلى أن رأينا ما فعلوا بالكويت مع الحدود الكويتية لكن بالنسبة إلى إيران هناك سيطرة كاملة لإيران على العراق العراق تابع لإيران بالنسبة للوعود الاقتصادية العراق بالنسبة له قدم كافة ما يستطيع إلى إيران سواء كان العراق بعدم إنتاج الغاز والاستمرار باستيراد غاز من إيران أو بربط حدود السكك بين العراق وإيران أو زيادة الواردات الإيرانية هذا هو الوضع الحالي بالعراق ليس هناك فيه شيء جديد ولكن التوقيت هو أن الاتفاق السابق كان يقضي بأن يتم إيقاف ما يسمى بالتهديد العراقي في التاسع من سبتمبر يعني قبل عشرين يوم وإيران تقول أنه لم يتم ذلك وبالتالي بدأ هذا الحديث طيب أيضا مصدر في حكومة في الحكومة ذكر أن الأعرجي نقل رسالة واضحة من رئيس الحكومة محمد السوداني يقول بأن حكومته ستنفذ كل الاتفاقيات وتعهدات كما ذكرت أرط السككي تسديد ديون الغاز الإسرع بتنفيذ كذلك الربط أيضا الواردات الإيرانية إلى العراق يعني ألا يعد هذا هدايا سخية من العراق إلى إيران في ذات الوقت يعني تتعارض مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية كيف تسمح أمريكا بكل هذه المزايا لإيران الاقتصادية في الوقت الحاضر كما نعلم إيران أمريكا لا تسمح لذلك هناك المشكلة مع الدولار الأمريكي ولكن بين الحين والآخر يتوسل العراق إلى أمريكا أنه ما لم نعطي الإيرانيين الدولارات سيوقفون الغاز وإذا أوقفوا الغاز سنعجز عن تجهيز العراق المشكلة هي أن إيران لديها مشاكل داخلية للمعارضة الإيرانية المعارضة الإيرانية حالة على بقية المعارضات في العالم لكن الحكومة الإيرانية تحاول أن تتهم الخارج للتغطية على المشاكل التي لديها في داخل إيران يعني نقل المشكلة إلى خارج حدود إيران طيب أيضاً المتحدد باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يقول ويصرح منذ أسبوع عن عملية إخراج المعارضة الإيرانية الكردية من خارج مناطق شمالي العراق تقول إيران بالمقابل أن جهود العراق في هذا الصدد هي جهود غير كافية ماذا تريد إيران مقابل هذه التصريحات بعد كل الجهود التي أقدمت عليها الحكومة هل تريد تدخل عسكري في شمال العراق؟ إيران تحتل العراق لا تحتاج أن تتدخل إيران تحكم العراق وزارة الداخلية والخارجية والحج وكل الأمور بيد الميليشيات التي تنتمي إلى إيران إيران لا تحتاج أن تتدخل عسكريا إيران تأمر والعراق ينفذ لكن المشكلة أن العراق هو بلد لم تعد لديه سيادة لم تعد هناك دولة هناك حتى الشكل الذي يوحي بأنها دولة لم يعد يصلح تصور أن ممثل العراق في هذه المفاوضات السيد الأعرجي كان يحارب العراق مع قوات بدر التي كانت تحت قيادة هادي العامري الآن هو يمثل العراق مع أسيادة الإيرانيين بالتأكيد ليس هناك ما تستطيع إيران تفعلها باستثناء اتهام هذه الحركات التي تسميها في العراق لأنها لا تستطيع السيطرة على المشاكل الداخلية في إيران كما أن الحكومة في بغداد الآن في العراق لا تستطيع السيطرة على الانتفاضة العراقية بالتالي زيارة المسؤول العراقي إلى إيران ليس من أجل التباحث ولا توقيع الاتفاقيات إنما من أجل تلقي التعليمات من قبل طهران على هذه المرحلة من الحكومة بالتأكيد هذا فيه جانب كبير من أظهار الخضوع لأن إيران تعلم يقين أنه لا تحتاج أن أحد يروحين يمثل العراق ويعدهم بأنه سيقوم بكذا وكذا العراق نفذ كافة ما مطلوب ولكن حينما يذهب المسؤول العراقي إلى إيران للتأكيد على أنهم قاموا بتنفيذ كل الالتزامات وأنهم لن يقوموا بأي عمل ولن يسمحوا بأي عمل الحكومة الإيرانية تستعمل ذلك داخليا بالقول أنه انظروا أن العراق الذي يساعد الحركات الإرهابية وليست المعارضة الآن جاءوا يؤكدون أنهم لن يسمحوا بذلك من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار شكرا جزيلا على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر